ونوجه رسالة لأشقائنا في المغرب أشقائنا وأحبابنا في المغرب فاليد انتعنا رأي من بدودة لأشقائنا للشعب المغربي ونحن ما هددنا أشقائنا في المغرب ولا مرة من المرات حلم اتحاد المغرب العربي هذا الاتحاد وهذا التكتل الذي ينتظر أو ننتظر إعادة بعث الروح في مؤسساته لبناء مغربنا العربي ولا أدل على ذلك يد الجزائر الممدودة دائما والالتزام بعدم التدخل في الشأن الداخلي لأي منها إذا منتبعنا الكرام ما استمعتم إليه قبل قليل ما هو إلا جزء بسيط من البكائيات وحملة ادعاء المظلومية التي يميرسها الآن نظام حضارة الجزائر عن طريق الكراكيز ديالو مثل هذا بنغرينا اللي في كل مرة الآن أصبح يخرج ويتودد إلى المغرب والشعب المغربي الشقيق والأشقاء المغاربة ونعيد بنا المغرب العربي ومعرفتنا من هذه الشعارات عنيش الآن في هذه الضرفية نظام حضارة الجزائر أصبح يتبنى هذا الخطاب خطاب الود خطاب اليد الممدودة خطابه كذا وهم بالأمس القريب كانوا يصبون الشعب المغربي بأبسع الأوصاف فقط في النتيجة دي المباراة دي المنتخب جنوب إفريقيا مع المغرب وأقسي المنتخب المغربي من كاس إفريقيا خرج جميع المدن في حضارات الجزائر والإعلام الجزائري الرسمي قام بتغطية هذا الحدث وهم يصبون ويشتمون المغرب والمغاربة في شوارع الجزائر فقط بالأمس القريب كنتم تصبوننا ومن بينهم هذا بنغرينا اللي في كل مرة كان يخرج ويتطاول على المغرب والمغاربة ويشتم المغرب والمغاربة الآن وهنا أشقاء بقدره قادر chercher أن يقولون أشقاء اللي تغدرون على يد ممدودة واللي تبغيتهم الصلح واللي تبغيتهم أنتو مانهم دلومين هلنا نضع المنكم واللي تبغيتهم علاقة جيدة مع المغرب ومع المغاربة وطالبين الود وطالبين بناء مغرب عربي ده بعد تفكرتم مغرب عربي ده بعد تفكرتم مغرب عربي وهذا الخطاب متابعين الكرام لن ينطالي علينا بل سوف ينطالي فقط على البصبعي كما هو العادة وهذا البروباغاندا لن تنطالي علينا نحن نعلم جيدا أن هذا الخطاب يتبناه الآن نظام حضارات الجزائر بسبب أنه أصبح معزولا بسبب أن الترفيق الدبلوماسي كتر عليه بسبب أن الصفعات الدبلوماسية اكترات على نظام حضارات الجزائر ما بقى قادر يستحمل يلا بالأمس القريب كنت تهددونا وقد تدخلوا معنا في حرب وسوف تنقيدونا مرتزقة البوليزاريو تقسموا المغرب وما عرفتون من هذه الأمور واتفاقية الدفاع مشارك مع البوليزاريو ودخلين معنا في حرب ولن تمر بدون عقب في مشاهد الخطاب أين ذهبت هذه العنطارية أين ذهب هذا الغرور اللي كان عندكم دا بوليتوا طالبين ليد الممدودة نهار جلت الملك محمد السادس في الخطاب دياله قال أجوا نتفاوضوا ونحيدوا علينا هذه المشاكل واتصدع الرأس را لا يفيدون لنا نحن ولا أنتم نتطبوه نتطعيروه نتطاولونا على الملك أنادات دا برجعتون أنتم لم تطلبوا ليت الممدودة لماذا لأنكم أصبحتون محاصرين دبلوماسيا وعلى أرض الواقع هذه المسألة تكلمت عنها يوم أمس محاصرين جغرافيا وديبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا وعلى جميع المستويات الآن والذي تكتبناه الخطاب ديال الويد لا بولي تكتبون المغاربة بالأشقاء وبالأمس القريب كنتم تكتبونا كتقولون عنينا حيواناس لا بولينا أشقاء وغادين للحدود وكتوروا مع الحدود مع المغرب والأشقاء المغاربة وحنا مدرناش ومفعلناش نحن لدي ضال منكم نحن لدينا قلسين كندعموا في تنظيم انفصال لمسلح إرهابي لكي يديروا عمليات عسكرية في الجزائر نحن لدينا هذا وقال لكم لا نحن لا نتدخل في شؤون الداخلية للدول علم الله هدوك البطوليزاريوش كي يديروا في تندوف علم الله هدوكش كي يديروا في تندوف ومن كي يجيهم السلاح ومن كي يجيهم الفلوس ومن كي يجيهم التداريب ومع ذلك ما قدرتوا تديروا بهم والو مع ذلك فشلتم مع ذلك أنتم اليوم محاصرون ومعزولون والآن تتبنون هذا الخطاب لعل وعسى لعل وعسى يتم إنقاذكم ولن يتم إنقاذ نظام حضارات الجزائر وأنا أحذر هنا إخوتي المغاربة من أنهم يتخدعوا بهذا الخطاب خطاب الويد والخاوة خاوة وما إلى ذلك ترقبوا على أنهم في قادم الأيام وللأسابيع الإعلام في حضارات الجزائر سيحاول يمرر هذا الخطاب خاوة خاوة مبينتناش عداوة وما إلى ذلك مبينتناش عداوة ذلك العداوة التي كنا في تندوف معرفش كدير سمك هذا السلاح الذي كان عند البوليزاريو ذلك ليس عداوة ذلك المسألة عادية بوليزاريو أنهم يحاول يجي وديروا عملية إرهابية في المغرب ليس عداوة ذلك فعلى كل المتابعين الكرام نحن لهم بالمرصاد لا تنخدعوا بهذا الخطاب ولا ننخدعوا بهذا الخطاب هذه محاولة يائسة بائسة من نظام حضارات الجزائر لكي يخرج من الأزمة اللي هو فيها لكي يخرج من الحصار اللي هو فيه الحصار المطبق على نظام حضارات الجزائر شاهدوا معي فقط النطاق الجغرافي عندهم أزمة ديبلوماسية مع المغرب مع مالي مع النيجر مع تشاد مع موريطانيا لا يبقى ليهم والو لا يبقى ليهم والو سوى البحر واحترى البحر شنهار سوف يفضع لهم فبالتالي لا تنخدعوا بهذا الخطاب هذا الخطاب ديال الويد ونحن نطلبك هذا والأشقاء المغاربة واش كتنساوش عندكم ذاكرة السمكة ولاشنو عندكم ذاكرة النملة ولاشنو يلا البرع كنتو كتتسبونا اليوم نحن أشقاء اليوم بقدر قادر أصبحنا أشقاء لا ولن تنطل علينا هذه العبارات لا ولن ينطل علينا هذا الخطاب ونحن له بالمرصاد ونظام حضارة الجزائر ذاهب للزوال ذاهب لمصير أسود ويجر معه البصبع المستحمرة الذي يصدقه البروباغاندا دياله متابعنا كراما راكم في فيديو قادم